فإذا في خضم أحداث متسارعة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم تجد سوريا نفسها علقة في صراع تتداخل فيه الأبعاد العسكرية والسياسية بشكل غير مسبوك يبرز دور إيران التي تلعب دورا مفصليا فطهران التي دفعت بثقلها الكامل لدعم الحكومة السورية طرى في هذا الوجود أكثر من مجرد حماية لحليف بل ركيزة استراتيجية لتعزيز نفوذها في المنطقة ومع تصاعد الحديث عن دورها المفصلي يظهر تساؤل حاسم هل يمكن للوجود الإيراني المتنامي أن يغير مسار الصراع لصالح دمشق أم أنه سيزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي حول سوريا خصوصا في دوء القلق المتنامي من دعمها لحزب الله في لبنان بعد عام على حرب انتهت بتهدئة قبل أيام التحركات الميدانية هنا على الأرض تشي بأن طهران بدأت بالفعل بنشي قواتها في الأراضي السورية فقد نقلت وكالة ترويترز عن مصادر عسكرية سورية قولها إن ميليشيات إيرانية دخلت الليلة الماضية إلى سوريا من العراق لمساندة الجيش السوري شارت المصادر إلى أن العشرات من مسلحي الحجر الشعبي عبروا إلى الأراضي السورية عن طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال تقول التفاصيل الواردة من المرصد السوري بأن الميليشيات العراقية التي دخلت إلى سوريا هي تابعة للحجر الشعبي وقد مرت عبر معبر البوكمال لدعم قوات الجيش السوري في محارك الشمال أوضحت أن العناصر توجهت إلى دوار البانوراما في مدينة ديرزور حيث يخطط لنقلهم لاحقا إلى خطوط القتال في مدينة حلب وقد قدرت المصادر عدد عناصر الحجر الشعبي بمئتي عنصر دخلوا عبر دفعتين خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية حزب الله كفصيل موالي لإيران أيضا تحرك هو الآخر فقد كشف التقارير الإسرائيلية أن حزب الله نقل بعضا من قواته من لبنان إلى سوريا لحماية منشأته على الأراضي السورية وأشارت المصادر إلى أن الحزب يخشى من تمكن التنظيمات المسلحة من السيطرة على منشأته أو منشأات إيرانية هناك ونقلت الهيئة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن ما يجري في سوريا يمكن أن يساعد في إخلال الهدوء على الحدود الشمالية لإسرائيل من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية نضالة كنعني ومن بغداد مرسلنا حيدر الأسدي أبدأ من حيدر وأخرى التطورات المرتبطة بالتقارير التي تشير إلى بالفعل انتقال عناصر تابعة للحجد الشعبي من العراق إلى سوريا لتقاتل طبعا إلى جانب القوات سواء القوات الموالية لإيران والجيش السوري وهل يبدو أن هناك بالفعل تحركات على الأرض في العراق تشي بذلك؟ التقارير تفيد بذلك مروج لكن لا يوجد تأكيد رسمي من أي فصيل مسلح ولا يوجد أيضا تأكيد أو بيان من الحكومة العراقية يسمح بمساندة النظام السوري عسكريا خصوصا مروج وأن الدستور العراقي يمنع الحكومة العراقية ويحتم على القوة الأمنية العراقية أن لا تشارك في أي معارك خارجية وإنما هي قوة مكرسة لحماية الحدود مكرسة للدفاع عن أمن البلاد وليس الاشتراك في معارك خارج الحدود سواء كانت لدعم النظام السوري أو أي نظام آخر وبالتالي بعض التحركات على الأرض قد تكون لبعض الفصائل وهذا كان واضحا أيضا من خلال أعلان بعض قارة الفصائل ومنذ يومين استعدادهم للذهاب إلى سوريا والقتال إلى جانب النظام السوري مستغلين طبعا هواجس الشارع العراقي من أن تؤثر الأحداث الحاصلة في سوريا على الداخل العراقي ولكن اليوم وزارة الداخلية العراقية قائد قوات الحدود العراقية أكد وطمأن الشارع العراقي بأن ما يحصل في سوريا لن يؤثر على الأمن في العراق لأن التحوطات العراقية والتدابير اتخذت منذ سنوات وبالتالي هناك خندق بعمق ثلاثة متر وعرض ثلاثة متر وأيضا سياج كونكريتي مزود بأجهزة استشعار والكاميرات الحرارية بارتفاع ثلاثة متر هذا كله يأتي ضمن الاحترازات العراقية على الحدود أو الشريط الحدودي العراقي السوري وكما قال الفريق محمد سكر قائد قوات الحدود بأن الحدود العراقية السورية لم تؤمن بهذا الشكل منذ إنشاء الدولة العراقية لأن العراق كان متوجسا وكان متيقنا بأن شيئا ما قد يحصل في سوريا لذلك هو اتخذ الإجراءات منذ سنوات سأعود إليك حيدر دعني أذهب إلى نضال والتحركات في الداخل الإسرائيلي العسكرية بالإضافة إلى المواقف السياسية التي تقرأ كل هذه التحركات وانعكاساتها سواء على التهدئة طبعا في الجنوب اللبناني بالإضافة طبعا إلى أمن إسرائيل بشكل عام نعم مروجاني أولا إسرائيل لغاية الآن لم تصل إلى موقف ثابت حول ما يجري على الأراضي السورية نتنياهو يقول بأن إسرائيل لن تقف إلى جانب أي طرف هذا أيضا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي نتنياهو أجرى مشاورات للمرة الثانية بالأمس حول ما يجري على الأراضي السورية بالنسبة لإسرائيل هناك مواقف لكل الطرفين من جهة إسرائيل يعني ترى بأن النظام السوري نظام معادي لإسرائيل نظام يدعم حذب الله يدعم إيران لكن من جهة أخرى هو نظام بالمعنى الحرفي هو عنوان يمكن أن تخاطبه إسرائيل وإن كان عن طريق قنوات غير مباشرة لكن على الأقل هناك عنوان واحد في سوريا يمكن مخاطبته من قبل إسرائيل وإسرائيل تفضل هذا على عشرات التنظيمات التي لا تعرف إسرائيل كيف تتحدث معها والمخاطر التي يمكن أن تكون من هذه التنظيمات أيضا إسرائيل تخشى من دخول ما كنا نتحدث عنه الآن ما تحدث عنه الزميل حيدر قبل قليل دخول قوات عراقية قوات تابعة لإيران عودة حزب الله إلى الأراضي السورية هذا أيضا قد يشكل مشكلة بالنسبة لإسرائيل أولا هذا سيجعل النظام السوري مرتبط تماما بهذه القوات مصيره سيكون بيد قوات تابعة لإيران أي مصير النظام السوري بيد إيرانية وبالتالي سيعود النظام السوري إلى حضن إيران مع أن إسرائيل في الفترة الأخيرة كانت ترى بأن النظام السوري مثلا وقف على الحياد فيما يجري أو في الحرب في لبنان لم يكن هناك تدخل مباشر من الأراضي السورية وبالتالي الآن مع عودة حزب الله وعودة إيران ربما سيعود النظام السوري أكثر من أي وقت مضى إلى الحضن الإيراني وهذا ما تخشى إسرائيل وبالتالي الكثير من النقاط لكل الطرفين لذا لغاية الآن إسرائيل تراقب ترى إلى أين تميل الكفة قبل أن تتخذ قرارا بدعم أحد الطرفين أو على الأقل البقاء على الحياد لذا التخوفات الإسرائيلية عديدة والقراءات لكل الطرفين هناك من يؤيد البقاء على الحياد والأغلبية تؤيد البقاء على الحياد الآن لكن هناك من يدفع لدعم أحد الطرفين والأغلبية في إسرائيل أو أغلبية من يدعون للتدخل يدعون إلى الوقوف إلى جانب القوى التي تقاتل النظام السوري شكرا جزيلا لكم نضال كنانا محرش شؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية من القدس وأشكر مرسلنا من بغداد حيدر الأسادي من ناحيتها إيران هي لا تخفي مطلقا دعمها المتناهي للحكومة السورية فالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا سيستمر بناء على طلب دمشق كان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري أكد استمرار ما وصفه بنشاط جبهة المقاومة في سوريا اعتبر أن هجمات حلب تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لحزب الله بتخطيط من الولايات المتحدة ومن إسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار في لبنان تحرك إيراني إذا ناجأ برسائل سورية رسمية فيها الكثير من الأمال المعقودة على أهمية دور فصائل طهران في معارك الشمال السوري الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد على أهمية دعم الحلفاء في تصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج لإفشال مخططاتها بجانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد طهران لتقديم شتى أنواع الدعم لدمجق أرحب إذن بضيفاي في هذا الحوار من بيروت المحلل الخاص لسكاينيوز العربية بشارة شيربل وينضم إلينا لاحقا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة قوم دكتور أحمد مهدي أبدأ منك سيد بشارة الموقف الميداني يتطور بشكل سريع جدا ومقلق لأول مرة في تاريخ سوريا يتم اجتياح حلب بالكامل من لبنان إلى سوريا هل ما يجري الآن هو معركة لإقصاء الذرع إيران في المنطقة؟ صباح الخير صباح النور ما يجري عمليا بالنسبة إلى الوضع الإيراني في سوريا هو جزء من المشهد العام لا يمكن أن نفصل الرغبة في أن تكون أزرع إيران وعقدة الوصل بين الأزرع الإيرانية وهي الساحة السورية مضروبة لكن الأساس في موضوع التحرك هو الرغبة التركية في تحقيق أهداف استراتيجية أكثر مما هي رغبة أمريكية إسرائيلية في أن تقدم من نفوذ إيران أكثر فأكثر لكن لا شك أن الإيرانيين يعتبرون أنفسهم مستهدفين خصوصا أن بعد الأعمال العسكرية التي جرت بعد طوفان الأقصى والضربة الكاسحة التي تلقتها حماس ثم النكسة الفادحة التي تعرض لها حزب الله طبيعي أن تعتبر إيران أن دورها في سوريا بات مستهدفا وهو كذلك لكن العقدة الأساسية في موضوع اجتياح حلب في الوقت الحاضر واجتياح ريف إدلب وريف حلب هي مسألة ذات علاقة مباشرة بالمصالح التركية وتعقيدات المشهد السوري برمته الآن أيضا هناك أسئلة سيد بشارة حول مدى صحة تحريك حزب الله قوات وعناصر تابعة له إلى المعركة أو إلى الجبهة السورية بعدما كانت أصلا يتم تحييد عناصر حزب الله الموجودة على الجبهة السورية من قبل الحكومة السورية طبعا هذا تجنبا لإثارة مزيد من الاستفزازات لإسرائيل وقت الحرب مع لبنان ما طبيعة التحركات هنا التي يمكن رصدها أستبعد أن يتمكن حزب الله من إرسال قوات حقيقية إلى سوريا ذلك أن وضعه العسكري والأمني في الوقت الحاضر في لبنان لا يحسد عليه وهو بالكاد يستطيع التعامل مع المستجدات التي حصلت ومع الاتفاقية التي تطالب التي تفرض تنفيذ القرار 1701 المتعلق بوجوده جنوب الليطاني وبوجوده عموما المسلح في لبنان حتى أن إسرائيل لا تزال تمارس عمليات القصف وتهديد القرى ومنع السكان من الذهاب إلى الجنوب هو في وضع صعب في لبنان لا يتيح له المشاركة الفاعلة في هذه الأحداث الكبرى التي تجري في سوريا ولا يتيح له أن ينقل أسلحة إلى الداخل السوري ربما باستطاعة حزب الله أن يرسل مقاتلين بثياب مدني ليحصلوا على السلاح من سوريا لكن ليس حزب الله في وضع معنوي يسمح له بخوض حروب خارجية مثل ما كان في العام 2012 بعد بدء السورة السورية وذهابه إلى سوريا وقتاله لمدة سنوات وتحقيقه إنجازات عسكرية هناك الوضع حاليا مختلف ثم أن الاستهداف الإسرائيلي لعناصر حزب الله ولما يسمى مستشارين إيرانيين في سوريا هو استهداف مستمر منذ سنوات والغارة الكبرى التي شنها الإسرائيليون على تدمر قبل نحو عشرة أيام والتي أودت بأكثر من مائة مسلح أو مائة قتيل من الإيرانيين وحلفاءهم من الميليشيات المتحالفة خير دليل على صعوبة الوضع الذي تعانيها القوى الحليفة لإيران وإيران في الداخل السوري سبح لي سيد بشارة سعود إليك أرحب بضيف الذي انضم إليه الآن من تهران دكتور أحمد مهدي دكتور أحمد الحليف الإيراني المهم الحكومة السورية في موقف لا تحسد عليه بعد تلقيها ضربات موجعة وخطيرة ومتسارعة من هيئة تحرير الشام والفصائل أو تنظيمات الإرهابية الموالية لها أو التابعة لها والمتحالفة معها بطبيعة الحال ما هو حدود الدعم الإيراني طبيعة هذا الدعم وعلى ما سيتحدد هذا الأمر هل سيتحدد بعناصر ميدانية أم سيتحدد بتفاهمات سياسية وديبلوماسية في البداية أوجهت تحية لك والزملاء والضيف ولمشاهدي قناتكم وشكرا على الاستضافة بطبيعة الحال إيران تشعر بأن ثمت مؤامرة ما يجري حياكتها بمشاركة إسرائيلية أمريكية وبحضور تركي فاعل في الشمال السوري لذلك بدأت بالتحرك على مقياسين أو على جهتين الجهة الدبلوماسية إلى جانب الجهة الميدانية وبطبيعة الحال الوجود الإيراني ما يزال مستمرا وإيران لم تخفي هذا الأمر باعتبار أن هذا الهجوم المباغت الذي حصل على الشمال السوري في الواقع يمثل تهديدا للحكومة والدولة السورية وهو بمثابة محاولة لإعادة الوضع في سوريا إلى المربع الأول في عام 2011 لتحقيق إنجازات لهذه المنظمات الإرهابية بقيادة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة السابقا للمقاتلين والفصائل الإرهابية التابعة لها هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن الكيان الإسرائيلي وزعيمه أو رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو هدد قبل أيام وفضح مشاركة إسرائيل مشاركة الحكومة الإسرائيلية مع هذا المخطط حينما وجه التصريح الشديد اللهجة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وقال أنه يلعب النار إذن هذه في الواقع المقاومات تجعل من الحليفة الإيراني لا يسكت على ما يجري حاليا وما جعل ثمبت تحرك دبلوباسي سارع الطهران في الواقع إلى إرسال وزير الخارجية الإيراني إلى سوريا ومن ثم إلى تركيا لعقد لقاءات مع المسؤولين في هذا البلدين من أجل حلحلة الوضع هذا من جهة ومن جهة أخرى في الواقع التهديد الذي يطال سوريا سينساحب أيضا على العراق لأن الكيان الإسرائيلي هدد العراق عدة مرات بمهاجمة الفصائل المسلحة أو مهاجمة العراق وفي تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياء السوداني بات ذلك واضحا العراق يخشى أو في الواقع لا يريد لإسرائيل أن تقوم بأي هجمات على أراضيه وإذا حصل ذلك فإن التهديد سيتوجه إلى إيران أيضا لذلك بات التحرك من قبل إيران ومن قبل حلفائها في المنطقة في الواقع مؤكدا وفي الواقع معززا بالدبلوماسية وبالإسناد وهو تفصيل ما كنا نتحدث عنه دكتور أحمد المعنوي والسياسي وفي كل المجالات لسوريا دعني أشير إلى الدعم الإيراني لسوريا وهو لم ينتهي فقط عند حدود الدعم الميداني هو تجاوزه ليصل إلى أروقة السياسة والفرقاء المتدخلين في هذا الصراع فوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي هو يبحث في أنقرة اليوم التطورات في الشمال السوري وقال فور وصوله أن هناك هواجس مشتركة مع تركيا ينبغي مناقشتها طبعا هو أعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهم مشترك حول قضايا المنطقة وأوضح أن مشاورات تهران مستمرة مع أنقرة وطبعا هناك أهمية كبرى ألا تصبح سوريا أو المنطقة مركز للإرهابيين مرة أخرى طبعا بينما نتحدث الآن من المنتظر أن يكون هناك مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي مع نظيره التركي هكان في دان لدى زيارته إلى أنقرة طبعا اليوم سأعود إليك دكتور أحمد دعني أذهب أو أعود إلى ضيفي من بيروت سيدة بشارة شربل التدخل الإيراني بمعطيات اليوم بعد الأزمة الكبيرة التي كانت أو هذا المثلث مثلث لبنان إسرائيل إيران الذي توصل إلى تهدئة وهي تهدئة هشة بالنظر إلى الخروقات التي كنا نشاهدها طوال الوقت هل نتوقع أن يكون التدخل الإيراني محسوب أم سيكون مقطوع النظير كما كان معهود سابقا للحليف السوري لا شك أن إيران ليست في وضع يسمح لها بأن تعطي دفعا كبيرا للنظام السوري وأن ترسل قوات تحسم الوضع الوضع الحالي الإقليمي والتدخلات التدخلات اللاعبين على المسرح السوري لا تسمح لإيران بأن تمارس الدور الذي مارسته سابقا نعلم أن روسيا لها أيضا رغبة في أن ترى تقليصا للدور الإيراني مثلما أن التهديدات الإسرائيلية للإيرانيين هي تهديدات جدية كذلك فإن الأتراك يعتبرون أنفسهم اللاعب الأساسي هم يريدون مطالب محددة من النظام السوري أولها أن يعود إلى العلاقة مع أردوغان لمناقشة القضايا الأساسية بين الولدين ومنها مسألة النازحين مليون نازح سوري ثم الأتراك يريدون موضوع الأكراد يريدون وضع اليد على الموضوع الكردي في الوقت الحاضر أو أن تكون لهم اليد الطولة في المناطق التي يرون وجوب أن تكون لتركيا السيطرة فيها مثل تل رفعت التي تمت السيطرة عليها من قبل الفئات الفصائل الموالية لتركيا لذلك الوجود الإيراني الذي تعرض لضربات كثيرة في سوريا سيختلف نوعا وكما عن الوجود السابق نعلم أن إسرائيل قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق ثم دربت كثير من المستشارين الإيرانيين وتعرضت كل المناطق التي ينتشر فيها الحزب الله والفصائل الموالية لإيران لضربات أساسية هناك لذلك تسعى تهران اليوم بواسطة الدبلوماسية لكي تستطيع الحد من الخسائر التي تصاب بها ولإنقاذ نوع من التوازن العودة إلى استاتيكو هو محدود يستطيع فيه النظام السوري أن يبقي على قوته في المناطق التي تصل إلى حدود حما لا أعتقد أن العودة ستكون إلى حلب التي ستأخذ وقتا كبيرا لو أراد استردادها وتبقي على العناصر الأساسية من النفوذ في انتظار ما سيترتب عليه مجيء دونالد ترامب وفتح الملف النبوي وسائر الوضع الإيراني في المنطقة ما رأيك دكتور أحمد إيران اليوم ليست كإيران السابق أو ما قبل أحداث السابع من أكتوبر قبل عام ونصف من الآن التي أدت إلى حرب إسرائيلية شاملة على الوجود الإيراني سواء في الجنوب اللبناني وأيضا كانت إسرائيل تقوم باختيالات ناجحة لعناصر تابعة لإيران طبعا وعناصر إيرانية بشكل واضح في سوريا هل أصبحت إيران مقيدة على الجغرافية السورية في تحركاتها اليوم لاحظي سيد مروج يعني ينبغي للإجابة على هذا السؤال تحديد الاستراتيجية أولا هل حدث فيها تغيير أم لا ومن ثم الانطلاق إلى الأخذ بالنتيجة والحكم على تصرفات طهران أو يعني محاولة إيجاد صورة حقيقية لما تفعله طهران وخططها في المنطقة أولا بالنسبة إلى الاستراتيجية وإلى الخصوصية لم تتغير مطلقا إنما ربما هناك اختلاف في بعض الأساليب العدو هو العدو الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ما يزالان يحتفظان بقواعد وبتواجد في الشمال السوري وفي مناطق أخرى من البلدان العربية هذا ما يجعل طهران تتحذر وتبدي المخاوف جراء هذه التحركات الإرهابية ولا ينبغي فصل هذه العملية التي حدثت بعد يوم واحد عن وقف اطلاق انبار في جنوب لبنان هذا من جهة ومن جهة أخرى في الواقع إيران تريد الآن تكريس الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع تركيا وبالتعاون مع روسيا حتى لا يصفك أو لا تصفك وجبة أخرى أو كمية كبيرة من الدماء كما حصل في عام 2011 ولكن يبدو أن الكيان الإسرائيلي الذي يريد أثار لما حصل في الأراضي المحتلة وصواريخ حزب الله وهذا في الواقع ما ردده الكثير من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم ناتنياهو بأنهم سيأخذون أثار وسينتقمون وقال ناتنياهو بأنه سيتفرغ لأرد على إيران وحلفائها في المنطقة بعد وقف اطلاق النار وهذا ما يؤكد الحضور الإسرائيلي والمؤامرة والتخطيط الذي تقوم به مع الولايات المتحدة ولا ينبغي أن ننسى أنه صحيح أن الوجود الإيراني في سوريا تعرض إلى الكثير من عمليات الاختيال التي قامت بها إسرائيل ولكن لا ينبغي التغافل أيضا أن الكيان الإسرائيلي وجيشه قد ألحقت به ضربات متتالية ومؤلمة سواء في أطراف غزة وفي غزة نفسها وفي الجنوب اللبناني حيث بات الكيان الإسرائيلي عاجزا عن الدفاع عن نفسه وهو صاحب تكنولوجيا متطورة تمده الولايات المتحدة بها أخيرا نحن نتحدث عن منصة دكتور أحمد أدت إلى أستانا وهي التي أدت إلى طبيعة الواقع الميداني الذي نحن عليه الآن وهذه المنصة هي تتكون من سوريا وتركيا وإيران الآن إيران تبحث في تركيا وزير الخارجية الإيران يبحث في تركيا ما يجري الآن ما الذي ستطلبه إيران من الجانب التركي؟ نعم في الواقع الجانب التركي دلل من خلال هذه التطورات الأخيرة بأن الأفعال لا تنطبق مع الأقوال تصريحات وزير الخارجية التركي في دان تفيد بأن بلاده لا علاقة لها بما تقوم به التنظيمات المسلحة في الشمال السوري ولكن كلنا يعلم بأن هذه التنظيمات لا تستطيع إطلاق رصاصة واحدة دون موافقة الجانب التركي ويبدو أن تركيا تريد إيجاد منطقة تحاول من خلالها دفع المهاجرين السوريين المتواجدين على أراضيها بكثرة إلى هذه المنطقة والأمر الثاني التخلص من التنظيمات الإرهابية التي باتت عبءا سياسيا وماليا على الجانب التركي لذلك ينبغي القول بأن تركيا أيضا تنفذ هذا المخطط وتشارك فيه بشكل فعال وما يريده الجانب الإيراني هو المصداقية والعودة إلى اتفاق سوتي وإلى مسار أستانا باعتبار أن إيران وتركيا وروسيا هذه البلدان الثلاثة تشكل ضامنا لوحدة الأراضي السورية واستقرارها وعدم عودة الفصائل المسلحة إلى الشمال السوري شكرا جزيلا لضيفي من تهران أستاذ الألوم السياسية دكتور أحمد مهدي وضيفي من بيروت المحلل الخاص بسكاينيوز عربية بشارة شيربل